بسم الله الرحمن الرحيم وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفامت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم نرجع البصر كرتين ينطلب إليك البصر خاسئا وهو مسير ولقد زيننا السماء الدنيا بنصابير وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب الصعيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنن وبئس العصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيطا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فرد سألهم حزنة ألن يأتيك النبي قالوا بلى قالوا بلى قد جاءنا نبي جاءنا نبي فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به أو جهروا به إنهم عليم بذات الصدور ألا أعلم من خلق وهو اللطيف القبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فمشوا في ملاكبها وكنوا من لزقه وإليه النشور أنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي ترور أنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات صافات ويطبط لا ينسكن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إن بافرون أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عطب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما نذير مبين فتنسي أتحجوه الذين كفروا وقيل هذا الوعد كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أذكني الله ومن معي أم رحمانا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وامنا به وعليه توكرنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم دورا فمن يأتيكم بماء معين